هاي كيف كنت؟ نتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الجزارة حول أحكي فيها الأحوال العطفية لإلى كل الشارك كذلك رح تحدث عن الأوضاع العامة بس رح ركز على الأوضاع العطفية أكثر ورح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح نشوف شو يخبرون شهر جون بالنسبة لهذه القراءة فهي تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية وخاصة في العلاقة العطفية بالنسبة لبرج الجوزاء عم شوفك سراحتان عندك كأنه أنت عم تحبها من جديد في علاقة حب جميلة أنت عم تشعر بمشارج جميلة تجاه إنسان وممكن يكون هذا الإنسان من أبراج طربي أو من أبراج ناري أو هوائي كذلك عم شوفك كثير سعيد بهذه العلاقة عم شوفك في طاقة كثير حلوة بالنسبة لهذا الشريك فأنا نشوفه بصراحة شخص ناجح جدا عمليا كذلك حتى ناجح بكل شيء ممكن هو يكون شخص تعرفت عليه منذ الطفولة كنت تعرفه كم جار لقلك يعني في شيء من الماضي ممكن درس معك بالطفولة عم شوفه لهذا الإنسان كأنه طلب إيدك أو تأكلم معك بما يتعلق بالزاويج لأنه عم يطلع لي الانجاجمنت وكمين الزاويج عم شوف في رغبة بالزاويج من هذا الإنسان لقلك عم شوفه يرغب بالزاويج وكذلك عم شوف عم شوفه لهذا الإنسان يحمل مشاعر منذ زمن اتجاهك بيخبيها لحتى أفصح فيها لألك كما قلت أنه هذا الوضع منذ زمنه هو عم يراجعه وعم يفكر فيه يعني صار له مدة طويلة وهو عم يفكر فيك وعم يفكر بالعلاقة باعك أو ممكن أنتو صار لكم زمان وانتو ما بعض ويعني صارت فكرة الزاويج تراوضه بالوقت الحالي لن أنكر علاقتكم عم تمر من اختبارات في كتير أشي عم تخليكم تتزعلوا مع بعض تتخاصموا وخاصة أنت عندك مشاكل تتعلق بالعائلة هو اللي يفهم هذه الأمور وممكن أنت شوي عندك ضغط من العائلة ما عم يخليك أنه تكون سعيد وهو عم يزيد الطين بله وعم يحكي لك أشي عم تقلمك أنت أوكي؟ عم شوفكم شوي أنتو حلق بالوقت الراهن متجاكرين مع بعض وفي مشاكل بيناتكم بس عم شوفها مجاك مو أكثر أوكي يعني مستقبل العلاقة عم شوفوا مرهمون بالأوضاع الحالية لأنهم عم شوفكم شوي ما عم تتحدثوا مع بعض ولا بتتكلموا مع بعض العلاقة مراكزة حاليا أوكي؟ عم شوفك أنت مسكر أبويب الصلحي مكبر راسك خلص ما بدك تحكي معه هو كمين عم شوفه مكبر راسه ومسكل الأبويب عم شوف في شجارات عم شوف في خصامات بينك وبين هذا الإنسان بس في حب كبير بيجمعكم عم شوف حتى مستقبل العلاقة للماذا المعيد يقول إلى شيء من الخير والوفري عم شوفها أنه حتى ممكن يكون في استقرار دائم بينك وبين هذا الإنسان أوكي؟ مهما حاولتوا أن تتخاصموا في مشاكل الطاقة تقول إلى أنه في شيء جيد سيحصل بالمستقبل مع هذا الإنسان أوكي؟ بالنسبة للطاقات ممكن أنتم عم تتعاملوا مع برش الأسد برش العذراء عم شوف كذلك أبراج هوائية نارية وترابية بين تياز أوكي؟ بالنسبة لهذه الأوراق عم شوفها لأنه في زاواج أوكي؟ في وعد بالزاواج من هذا الإنسان أو للبعض إذا ما انطبقت هذه القصة أو منطبق هذه الحكاية تبع الزاواج فممكن أنتم تتعاملون مع شخص متزوج أما لأنه يعني تقريبا أنه طلعت لي ورقتين على أنه هذا الإنسان هو زوجك أوكي؟ عم شوفها لأنه بيقلك أنه آمن بالمستحيل يعني إذا حتى لو هذه العلاقة مش بالوقت الراهن عم تحسها ناجحة جدا بس رح تكون يعني مستقبلة جيدة رح حاول أنه تآمن حتى لو العلاقة مستحيلة أكيد رح يكون شيء إيجابي لأنه آمن بكل شيء كمينا هون بيقلك آمن لازمك إيمان إيمان بالعلاقة إيمان بالشريك إيمان بالأشياء الحلوة دائما حتى لو أنت حاليا ما عم تشوف أنه في بصيص أمل بالعلاقة ممكن أنتم تجاكلين في مشاكل في كتير أشياء بس مستقبل العلاقة جيدة جدا أما بالنسبة صراحة للعزيب عم شوفهم مسكرين كل الأبواب أنه حدا يحكي معهم أنه حدا يبدأ علاقة معهم عم شوفهم مجروحين من الماضي عم شوفهم خلص العلاقات مش ناجحة معهم وخلص سكروا باب نهائيا أمام العلاقات يعني العلاقة بيشوفوها عم تستنزفون طاقيا وكذلك أمجيب لهم ألم داخلي لهيك أنا عم شوفهم مسكرين أبواب العلاقات بصفة نهائية عم شوفهم يهتموا لحالهم لسعادتهم الخاصة أكثر ما بيهتموا لشيء آخر بالنسبة للطاقة العامة كما قلت فأنا عم شوفكم عم شوف في لمة بالبعيد في التقاء مع الناس خاصة التقاء مع أفراد العائلة عم شوف كذلك حتى أموال تأتيك من إرض أو أموال تأتيك من الشريك إذا كنت متزوج عم شوف كذلك على أنه ممكن يكون في سفر عم شوف في سفر سريع سيأتي إليك بالشهر جون خاصة البلدان اللي صار عنده شوي الأوضاع محل حالي أكثر فأنا عم شوف في سفر عم يطلع لي سفر عم شوف في لقاء عم شوف حتى في زاويج عم يطلع لي لأصحاب برج الجوزع عم شوف الأوضاع ممكن يكون عم شوف كذلك حتى في أوراق طبرى لبرج الجوزع عم شوف في أموال عالقة منذ زمن طويل راح ترجع في عودة هذه الأموال ممكن حدا أقرضتو مال راح يعود هذا المال إليك من جديد عم شوف على أنه ممكن كطاقات عم شوف برج الدلوة عم شوف برج الحمل برج الجوزع عم شوف أبراج هوائية كذلك حتى عم شوف برج الثور عم شوف أبراج ترابية هوائية ومائية عم شوف على أنه عم شوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلين كتير منكسر كأنه في شيء ضعله إليك كأنه في الطاقة سلبية عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة عم شوفك مكتئب بحالة نفسية صعبة وممكن كذلك الجفاف الفقر العاطفي الأحاسيس الجافة يعني أنت كل هذا الأحاسيس عم تشعرها بالوقت الحالي عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي عم تشوف كتير من الأمور سلبية بحياتك وكأنه شخص اللي كنت عم تحبه خانك أو غدرك أو راح عنك يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة عم تشوف كذلك على أنه حتى مشاعرك فيه نوع من الخسران أنت بتحس حالك خسرت العلاقة خسرت دايما ومت هذه العلاقة أو ممكن شخص الآخر اللي أنت معه مبتعد عنك ما بيحكي معك يعني مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم ممكن حتى أنا عم شوف هذا الإنسان بالوقت الحالي يعني سعيد جدا وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة عم شوفه كتير سعيد عم شوفه فرحان عم يحقيق أحلامه عم يهدف لتحقيق أحلامه ما عنده هذه الكآب اللي عم تعيش فيه أبدا عم شوف كذلك حتى أنه ممكن غاوي علاقات بده يدخل بعلاقات جديدة بده يكتشف الحياة لهيك عم شوفه سعيد وعم يحقيق أحلامه بس أنت عم تحس بتعب نفسي كتير كبير هذا الإنسان كذلك يعشق إذا كان الرجل يعشق النساء فهو يعشق يعني النساء الجميلات المبتلئات للجسم شخص كتير يعني مادة كتير أرضي هذا الإنسان بحب الفلوس بحب النجاح المادة بحب النساء الجميلات بحب كل شيء أرضي بحبه كمان مش شخص إذا بدك تبحث عن شخص روحاني شخص هيك حساس ليس بهذا الشخص أبدا أوكي عم شوف حتى على أنه ممكن أنت تأمل يعني بالمستقبل أنه ترجعوا لبعض أنه تحكم مع بعض أنه تصلحوا العلاقة مع بعض بس ممكن الإنسان الآخر بالوقت الحالي ما أنه أبدا يعني مش طارح الفكرة أصلا بدماغه هذا الإنسان بفكر وبيعيش حياته يعني هذا الإنسان ما بيفكر بالماضي ولا بيرجع للثناية الماضي بل بالعكس بيعيش المستقبل ودائما طموح للمستقبل ممكن أنت تتعامل ما بيرجي الحمل لأنه عم شوف في كتير طاقة نارية هذا الإنسان يعني ما بيعلاق بمكان معين ما بيعلاق بطاقة معينة بيقول أنه هذا الإنسان راح من حياتي راح يعني راح اكتئب أبدا هذا الإنسان لما بتنتهي علاقة أو بنتهي أي شي بيبدأ شيء جديد ممكن كذلك عم شوف مشاكل بيناتكم ترى أنه أنتو كتير مختلفين عن بعض ممكن تكون ديانة تكون مختلفات ممكن تكون أنت من ديانة وهو من ديانة أخرى ممكن كذلك حتى اللغة تختلف ممكن الجنسية ممكن حتى أنه يكون هو أكبر منك أو أنت أصغر منه يعني فيه اختلافات في فروقات كتير كبيرة ممكن يكون مش من نفس بلدك يعني عم شوف في اختلافات كتير كبيرة بيناتكم ما عم تخلي أصلا العلاقة تكون راكسي عم شوف كذلك على أنه في كترة كلام في كتير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة عم شوف فيه قيل وقال فيه ناس عم تتكلم فيه ناس عم تتحدث بالظهر ممكن أنت كشخص على نياتك ممكن تحكي الأسرار اللي بالعلاقة والناس ما تتدخل إلا بالشر ممكن عم شوف على أنه كذلك ممكن فيه ناس تدخلت وقالت أشياء مش صحيحة عنك أبدا لهذا الإنسان ممكن ابتعد عن ساحتك وبتعد عن طريقك لأنه هو كان يقال عنك كلام مش مظبوط أو كلام سيء لحك هو ابتعد عم شوف كذلك على أنه شوفوا أنا عم شوف على أنه هذا الإنسان بالرغم من كل هذه المشاعر التي يشعر بها أو عم يبينها لألك أو ممكن يدخل بعلاقات فهذا الإنسان كثير حزين على فراقك على ابتعادك عنه ممكن لا يظهر ذلك ممكن هو مش عالق بمنطق معينة بس هذا الإنسان عنده افتقاد كثير كبير لعلاقتكم يعني حزين جدا على بتعادكم عنه كثير حزين لأنه عم شوف لأنه هذه الورقة أشياء يخفي عنك ما عم يحبرها لإلك وهو التعب النفسي يعني هذا الإنسان كثير تعبين من دونك تعبين ومتألم من داخل بس ممكن لا يظهر ذلك أمامك عم شوف عنده نواية أنه يرشع العلاقة وعنده نواية أنه تكونوا مع بعض بس ممكن عنده شخصية الشخصية اللي هي متكبرة الشخصية اللي ما عم تسمح لحاله أنه تطلب السماح من أحد لأنه عم شوفه شخص ممكن عنده أنا كثير علية عم يشوف حاله كثير كبير بهذا العلاقة يعني صعب أنه بالنسبة له يطلب السماح من شخص بعين بس أنت شخص حساس جدا هذا الإنسان مش حساس ما أنت عم شوفه كذلك يشعر بألم ويفتقدك أصحاب هذه القراءة ممكن بالنسبة له ممكن يفكر أنه يصلح العلاقة أنه يرجى الاستقرار الذي فقدتموه بالعلاقة ممكن العلاقة صلى مدة وانتم ما بعد لهيك عم شوف فيه تعب نفسي بس عم شوف فيه خطوة فيه خطوة للإصلاح فيه خطوة لإرجاع الاستقرار بيناتكن عم شوف حتى للبعض ممكن يكون فيه زواج يكون فيه خطوبة يكون فيه عققران يعني للمستقبل البعيد العلاقة كثير رح تتطور للأحسان بالمستقبل البعيد بس بالوقت الحالي عم شوفه كتير عالئة بتفاصيل سيئة وعم شوف فيه تعب نفسي كتير كبير بالنسبة لإلك وبالنسبة لإله بس هو يخفي ذلك ما عم يظهره للملأ عم شوف كذلك على أنه فيه ورقة بتحكي على أنه منك ولوحدك أنت منك لحالك حتى لو حسيت حالك أنك وحيد لأنه عم تطلع لي بطاقة الإنسان الوحده اللي بيحس حاله منه معه أحده بس منك يعني وحيد بيقلك أنه هيد الحضر الطاقة اللي عم تشعر فيها بالوقت الحالي لازم تشعر فيها ليش بقى عشان تتراجع لورا ترتاح شوي نفسيا بعدين تبدأ العلاقة حتى لو رجعتوا لبعض تبدأ العلاقة من جديد بنفس جديد تحاول أنه تشوف الأشياء اللي كان عندك مشاكل فيها بالعلاقة وتصلحها ما ترجح هذه المشاكل تظهر منه جديد كأنه هيد الفترة هي فترة نقاهة بالنسبة لعلك فترة استجمع فترة للاستراحة واسترجاع النفسية اوكي مانا وقت للإحساس المؤلم اوكي عمشوف كدلك على أنه هون بيقلك أنه لازم تنظف للمحيطك اوكي سواء نفسيتك سواء حتى طاقتك حاول أنه تتغيره أنه تتغير النفسية أنه تشم هوا أنه تغير كل شي سلبي حواليك كل شي عم تحسوا سلبي حاول تغير هذه الطاقة حاول تشيل هذه الطاقة وتفكر بشكل إجابي بالحياة لأنه كل ما فكرت بشكل إجابي كل ما الحياة أقدمت عليك بالإجابيات عمشوف في كتير طاقة سلبية بس حاولوا أنه تشيلوا هذه الطاقة لأنه كل شي ينتظر لكم حلو اوكي عمشوف في رجعة في إصلاح للأمور بس حاول أنه تتفهم هذه الطاقة طبع الشريك ممكن الإنسان حتى لو كان من أبراج أخرى فأنا أحسه شخص يعني شخص مندفع شخص قيادة شخصية كتير قوية منها من الشخصيات السهلة أو اللي عم تتنازل بسرعة عمشوفها شخصية قوية جدا لحيك كل الشخصيات القوية بيكون صعب التعامل معه حاول أنه تفهم هذا الإنسان طريقة كلامه طريقة تعيشه حاول كذلك إذا كان في حواليك ناس سلبيين في ناس هم تشوفك عم تتدخل بالسوق حاول تشيلهم عن حياتك إذا كان في أصدقاء سيئين عم يحقوا عنك كلام يعني مش صحيح أبدا حاول تشيل هذه الفئة لهيك عم يقلك أنه لازم يعني تنظف محيطك تنظف حتى داخلك من هذه الطاقة السلبية حاول تنظف أي شيء يظهر لك مش لائق بحياتك حاول تشيله وتجدد الطاقة لأنه لازم تجددها لأنه هذي طاقة سلبية جدا في كتير ناس هم تتدخل بالسوق لتعكير صفو حياتك